السلام عليكم المزد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلوا لكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزات اليوم الحصة تعنا ونكلموا على الوازير الشبيبة ورياضة اللي نتمنى لهنا وعندما الناس نتمنى له الباقاء في هذا المنصب من أجل تنظيف ما يمكن تنظيفه هذا الوازير اللي يجا بش يخدم الناس اللي كانوا يحاربوا فيه لأنه عرفوا باللي خدام احنا صرته في الجزائر نحاربوا الخدام تحاربوا واعلك وخدام نحاربوا تشوف الناس كيف شعر الرئيس إيتيالي هذا كما الناس كانت تحوزكوا الناس رابدين يديهم يحوزوا باللي باقاء ويحوزوا بالنا هاي الناس اليوم وازير شبيبة ورياضة ونقلموا الوقت ما نحن الحق في قاضية تكييف القوانين بل اكشت الوازير مين اهدر له على العقوبة وكلش شاف في شاف الدين عمارة هو اللي يضحك طبعا اعلام واحد كما كما معمر جبور واحد كما ذاك بوصل واحد كما ذاك كما ذاك بزاك 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 صحفيين اللي كانوا يقول لك باللي كما المكلب بالإعلام كما كيسموها باهلو آمين آمين سعد هذا كنقصو آمين عام تاع الاتحادية يعني الناس اللي مخدامين حاكم مدان المهل الناس تابع الاتحاد الفيرما اللي كانت مي كانت فيرما يعني وين كانت الناس تهديدات يعني الرعب قاس ولا حديرينو باش يكيفوا القوانين على حساب الماقص تاحهم على حساب الماقص تاحهم باش يكون على باكم جمع الناس قاتلت أنا راني فيها ما تحسبوش فلان خمان نزع يعود يمكاش منها يعود الناس عليه اللي يبايا اللي يكذب الطريقة قال لك الباب يخرج جمل يدخل جمل ويخرج جمل أنا نصحك رزرع يكون عندك جمل الدخل والسوق الجاج تبيعه قاتلت تقولي جاجا بيك جملك عندك مكسب حافظ عليه وراك عارف وين عاد أواصيس شبيب ورياضة سيد علي خالدي اليوم الأربعاء للحديث عن قضية تكييف القوانين الفاف مع القوانين الاتحاد الدولي لكورة القدم والتي أثرت ججة كبيرة قبل انتخاب شير الدين عمارة على رأس الفيفا على رأس الفاف ناس لدارة هذا البلبلة من أجل ماذا من أجل مصالح تاحهم ذيقة حاجاتها مصالح لو كان لو كان بالكساب ومصالحة تاحهم يمشوا مع الوازر صح الوازر لا الوازر راحات قضايا في العادلة أو كان قضايا اللي الوازر راحاتهم في العادلة ما زال غادي تترتق وعقلوا ما عشان يقولكم كان أمور اللي غادي تسمعهم إن شاء الله الوازر ولا يقضى بميلة في الدي العادلة هاي با كم سميها القاضية ضد المجهول في طورة تروح لأبعد أبعد أبعد طريق بعيدة تعشي غادي يجب دولا حروة 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 تحقيق غير ميره كاين ما زال لك تاحكوت ما زالوا هذوك الناس هذوك الناس هذوك اللي يراموا في الحس ما زالوا هارجا وشو غادي من من يدوروا هكال البولة غادي من يدوروا هكال البولة يرقبوا عليها هارجا وارجا هارجا هارجا والهدرة اللي كنا أنا هذروا فيها في العامل يفات كل شيء خاتت على كين شيء هذرة هذرناها ماذا ما خرجت دي جاء خرجت راه صرح كين هذرة هذرتها راهي خرجت تعقول لكم يا ودي هذو رؤاسة النوادي اللي راهي يقول لك خاصنا شركة باش وما يخونوا دراهم راه درها يعني غادي تولي مشهر شهر تربد البيلو تده عند الشرطة الاقتصادية الشرطة الاقتصادية دي البيلو تحات ترسلها الوزارة الوزارة ترسلها الوزارة ترسلها صحاب تعليق قعدوا على قرعة هذي قلتها لكم هذي هذي قلتها لكم الوزارة تطلعوا السلطة والسلطة ترسلوا على صحاب اروح واندر الدراهم قرعة واندر الدراهم سيقول لكم هذي لا أعود هذي سيقول لهم اروح واندر الدراهم على البالك سيكون من 4 سنين هذا النادي تأكذبها ودراهم وكل أولوف المالاير ومكان ولو اروح تفرض ترسلوا صاحبك هناك تأكذب احمار يقلون يأكلوا ويشربوا وقاعد ربع السنين مكاش غادي يربيتوك مع رحمة شا قل؟ يقول من الله ما نكذبش ويجيبه يخون يقول من الله ما نكذبش صحيتو حمال ديكم أمه قتل يجيب لي حليب غادي لي بريزيد وغادي يروحوا يتطمع لهم كباب يقول هار واكذا بلي كيب يقول لله بروح ندير نحوس على شكارات حليب كان يقول بروح نطيب بالكعد في الكوشا هانا نقول لكم غادي كباب كان يقولوا ما يرسلتني بايشير خمس تبعدوا ستين عام يقول لكم ما يرسلتني بايشير خمس يعني أقول لكم عليهم ديجارة نشوفوا بعض الرؤساء بدأوا بيستقيلوا بدأوا بيستقيلوا خاش ما صعبوا هاش اللعنب صعبوا حامض ما زال ما طعبش وغادي انهال يطيب تكون عليه العسا باش تدي حبة قرصك زوزية مشي نحلة زوزية حمري وين الخالدي وفي تصريح لرجال إعلام أكده أن الوقت منح الواصية الحق في قرار المتخد بحيث قال لمدة سنة كاملة لم أتحدث عن هذا الميل بخاش عليه الناس خليهم تهدروا هو قال يخدم في الخافاء يعني يشوف كاين ورقة جبريا جات يعيط الحاج محمد راورا تاك 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 الحاج يقولوا يخليهم خلي يقولون علي تاك علي توصل سهلا استف ولا قلت لكم أنا قلت لهذا ستشيني عقل عليها يودي ديو ميل ديو ميل تيزنب مورك قلت له يودي الحفرة اللي تديرها اللي تديرها بطيحوا فيها يعني قال الحفرة اللي تديرها بطيحوا فيها بحيث قال لمدة سنة كاملة لم أتحدث عن هذا الميلف منذ إصدار تعليمات الوزارة بضرورة عقد جمعية انتخابية للاتحادية دون تكييف القوانين والحمد لله ظهر الحق من الباطل والوقت أعطانا الحق ليوظيف نيتنا خدمة الرياضة الجزائية والضغوطات التي تعرضنا لها من بعض أصحاب المصالح ذيقة سوف قال لك بالوقت سنكشفوهم بالوقت سوف قال لك سنكشفوهم قال لك وكاين أمور كاين ميلفات هاتم والله العظيم على ربالك هذا الشارف الدين عمارة واندخل في واحد الميلفات وانا العقل ما يتصورهمش واحد الميلفات وانا الفاقتير وانا تصوالح يعني العقل ما يتصورهمش الوازن الشارع يدير يقضب وميلف العدالة ميلف العدالة ما غادير وحوه يدير أبوكا ما يدير كاين لزابوكا كاين تواف ميلف أبوكا ميلف تقيا عيط الأبوكا رواح تشور بدل ميلف هذا ديتشو العدالة ميلف شوف كاين واحد ليفها كتير وكاين واحد الأمور سراو كاين يرهد دي دراهم أرض أرض كاين يرهد دي دراهم يدعى بالوطنية ويهائر جزائريين يقولون مولاد فرنسا بساكاين واحد الأمور ان شاء الله بربي كيبغي يشرك فهمو غادي يخرجوا دراهم كاين أمور خاطيرة كاين أمور خاطيرة كاين يكذب كاين يكذب كاين يكونوا معاهم 40 مليون شعب معاهم أمنا بساعة شتيالي حاجة اللي تكشفها تكشفها العدالة الإلهية هي اللي تكشفها تكشفها تكذب 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 تنزوج توام تكشفها ويجروا سيباق كان واحد يدي يكلاسي بربي شتيالي اللي تكشفه تكليم يضايب لقوة العشر سنوية ومسيطرتو شتيالي تكشفه بللي هو يجري نص الطريق وبعد يدخل الخوه تكذب يكذب الطريق ويكماسي يدري مريح يجري كشفه الساعة اللي كان يديرها في الإسراء والزاوج يديرها في الإيمنا كشفوه الناس اللي تتبع وهذي شتيالي لا تنجم استعرفوا ذلك يجب أن يتقرب نقطة البداية وكل بداية نهاية ويجب أن يديرها مليحة ويجب أن الناس تهدر عليها الحاجة المليحة هذه هي لأن أمور خاطرة أمور نقول فيها ونعود لأن الأمور ونصف أموال الذين تهدوا اموال والحب الوطنية ويقعوا أموال لأن الشعب كان دائم ذلك يجب أن يصدور النظام ويجيبوه بصحبه يدير قدام الشعب والثامي سحبنا عشان نحضره ونهار اللي يتبان رانا حاضرين قادي تولوا تتاهمونا كيسرا وصوالح تولوا تتاهمو هذه المعاني لان نقولكم فيها